اشتركوا في القناة والقوانين الرياضية الحقيقة دايماً بنسمع عن لجنة تسوية بنسمع عن تحاد كورة بنسمع عن قصة شيكبالة بنسمع عن حاجات كتيرة جداً من لغبطانة واللواح موجودة والنصوص موجودة والأحكام بتبقى موجودة وفي الآخر بنلاقي على الأرض الواقع ممكن تلاقي بعض الحاجات اللي مش عارفين حد يفسرها لنا ففرصة النهاردة ناخد إجابات ناس متخصصة في القوانين طبعاً زي مولتاً حضراتكم أستاذ محمد بيومي أستاذ عبداللطيف صبحي يكلمونا بالتفصيل يكلمونا عن رؤيتهم يكلمونا بقى الصحفين ومن وجهة نظر مين عشان نعرف الدنيا ماشي ازاي ده في الجزء الأول الجزء الثاني إن شاء الله هيكون معايا طبعاً نجم مصر والحارس الدولي وحارس نادي الزمالي كان نجم الكبير كابتن عبدالواحد السيد هيحلنا بقى فقرة الحراس المرمى للجولة الرابعة طبعاً في الدور الممتاز اللي انتهت امبارح ناخد طالة كده عليها ونبص عليها ونشوف يمكن تقييم أداء حراس المرمى وأبرز الحاجات اللي جات فيها والأهداف شفنا برضو 18 هدف في الجولة دي كابتن عبدالواحد السيد يكلمنا عنه عايزة كرام حضراتكم النهار طبعاً مستر كالوس كروش قائمة للمنتخب مصر اللي هتكون موجودة في كأس العرب كأس العرب اللي هيقام من 30 نوفمبر الحالي إلى 18 ديسمبل اللي جاي يعني تريباً حوالي 18-19 يوم بس القائمة فيها 20 لعيب هي الحقيقة القائمة فيها مفاجآت كتيرة جداً جداً وكلامنا هنا على القائمة مش فكرة أن أنت أن أنا بس فكرة أنت بكونت معطرد أو فكرة أن أنت ممكن تكون بتتكلم من عايز تحل الأمور فنية أو تتدخل في اخترارات الجزء فنية بس الحقيقة ما بتيجي تبص على الاختيارات ما بتيجي تبص من أنهي منطق ساعات ممكن يكون مستر كيروش بيختار اللعيبة لأن فيه أسامي الواحد فرحها الله أن هي أول مرة تروح المنتخب الأول ما فيه الشك أنه ما فيه اسم مثلاً زي أحمد ياسين من البنك الأهلي أو محمد عبد المنعم من نادي فيوتشر أو مروان داود من نادي أمبي باكليفت نادي أمبي أو مهند لاشين أو عمر كمال عبد الواحد اللي متقلق أو أحمد رفعت أو حسين فيصل طبعاً ابننا اللي راح نادي سموحة أو أسامة فيصل ابننا اللي في البنك الأهلي أنت بتكلم في أكتر من اسم أول مرة ينضموا المنتخب مصري فرحها الله وما فيه شكل كل حاجة لأن دايماً لما يكون باب المنتخب مفتوح للجميع دي رسالة قوية ورسالة جيدة جداً جداً لعبة كلها تكتهد وتعمل اللي عليها لكن فعزة ما يكون عندك الشيء اللعيب وفي غياب المحترفين كان برضو يعني من الأوقع أو وجهة نظر فنية برضو أن فيه ناس تانية عليها سبوتاني هتكلم على يخص نادية بس نادية زماني هي أنا شايف أن أوباما من اللاعبين اللي لازم يكونوا موجودين في قائمة المنتخب خاصة أنه مش موجود اللاعبات دولية أوباما عنده خبرة أوباما لعيب بلعب بشكل تريباً مستوى شبه ثابت عندك كمان غير أن أوباما مستوى ثابت عندك كمان محمود علاء كان معاك المباراة اللي فات بس هنا أقول لقائمة كلها أقول لحضراتكم أنا وجهة نظري فيها إيه القائمة اللي معلنة إلى الآن في حراسة المرمى فيها محمد الشناوي فيها محمد صبحي فيها محمود جاد ثلاث حراس مرمى خط الدفاع أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الوينش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود وخط الوسط فيه حمدي فتحي وعمر السلية ومهند لاشين وإمام عشور وعمر كمال عبد الواحد ومصطفى فتحي وأحمد رفعت ومجدي أفشة وإحسين فيصل خط الهجوم فيه محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدي وأسامة فيصل لو شفنا القائمة اللي موجودة دي زي ما قلت حضراتكم أسامي أول مرة راتروح المنتخب علمت لحضراتكم عليها زي ياسين وعبد المنعم ومروان ورفعت وإحسين فيصل وعمر كمال وأسامة فيصل شيء جيد لكن الغريب إن مثلا محمود علاء كان موجود في مباراة أخيرة لمنتخب مصر ونزل كمان دقيقة مكان أحمد فتوح نتفاجئ إنه يمكن مفيش في أقل من أسبوع تلاقي محمود علاء مش موجود رغم إنه كان مشارك وشارك حتى ولو دقيقتين ثلاثة في مباراة رسمية ومباراة كبيرة ومباركة بالنسبة لنا مهمة مباراة مصيرية فهنا في الحقيقة يقع على متسفهام كبيرة جدا جدا محمد عبدالغاني مشاركاته دايما بتبقى موجودة مؤسرة ودي أنسب فرصة إنه ياخد يعني ياخد فرصة في منتخب مصر خاصة إنه هو الفترات اللي بلعب فيها دايما كان بيبقى مميز محمد أبو جبل بعد مباراة الأهلي مباشرة انضم لمنتخب مصر يمكن كان الكلام كله إنه ممكن مكانش موفق في مباراة الزمالك والأهلي لكن بعد ما راح منتخب مصر وكان موجود فجأة ما يبقاش موجود في الاختراط الدولية ده برضو هنا تساؤل كبير جدا 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 إيه اللي جد عشان يبقى الشناو موجود وصبحي وجد وأبو جبل هو مثلا ما يبقاش موجود هل أبو جبل عشان ما لعبش مباراة واحدة ما يبقاش موجود رغم أن قبل كده كان الشناو ممكن ما بدأش الدور الممتاز لإصابة ولعب مباراة واحدة بس وبعده راح منتخب مصر فأبو جبل لعب دولية فعواد برضو على الأقل حارس من حراس الزمالي كان المفروض من وجهة نظر فنية أنه يكون موجود أنا زي ما قلت حضاكم أنا أتكلم على يخص نادي الزمالي في لعبة كتير في الدوري من حقها وفي لعبة كتير ممكن تكون يعني عندها الفرص ده وجهة نظر فنية لكن أنا بتكلم من وجهة نظر أنه عندي حارس موايز زي عواد عندي اتنين حراس مرمى مش موجودين في الدوري بشكل عام عواد أو أبو جبل أو كان حتى قبل كده ما كان عندنا جنش فعندنا عدد دايما يعني حراس مرمى على الأعلى مستوى طيب عارفين نجي نشرح فتشر كل حاجة لكن بنتكلم على أن عندي حراس مرمى دايما في نفسها مختلفة عندي دايما بجمع ما بين حراس مرمى ساعات ما بيجدوش موجودين في الدوري المصري فمش معنى أن واحد مش موجود واحد لعب مباراة أن الاتنين يبعدوا دا هنا تساؤل وعالمة استفهام الحقيقة كبيرة جدا كمان زي ما قلت حضراتكم لو اتكلمت على فكرة محمد عبدالغاني ومركز السرد باك هو محمود علاء الوينش كده كده موجود لكن غريب أن مع غياب اللعبة الدولية أو حتى لما كان موجود اللعبة الدولية كان محمود علاء موجود فلما غيابهم ما يبقاش موجود فيه لعبة دولية والالتنين ما يبقاش موجودين أنا شايف الحقيقة الاتنين ماشيين بمساوكه جدا واستحقوا من نواحي الفنية كان احترامنا لكل اللعبة التانية اللي من حقهم ويستحقوا ما فيش مشكلة لكن أنا هتكلم تاني على يخص لعبة نادي الزمالك اللي هستحقوا الحقيقة فترات طويلة نفس الكلام لو اتكلمت على طريق حامد طريق حامد الحقيقة كلام بقى يطول عليه كتير جدا 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 طريق حامد أولاً خبرة دولية غير متكررة راجل قائد في المنتخب يمكن كان كلنا مختلفين على عدم اختياره في الفترة اللي فاتت في مطشاط تصفيات كأس العالم مباراة الأنجولة طبعاً الأخيرة فالي كانت موجود طبعاً مباراة الجابون المباراة الأخيرتين ففي نفس الوقت لما تيجي الطريق حامد ما تختروش الحقيقة هنا يبقى عالم تستفعام كبيرة جدا جدا وانت ممكن في المكان ده اخترت ان تاخد مهندشين مهندشين لعيب كويس كل حاجة لسه بيبدأ خطواته مفيش مشكلة وربنا يا رب يوفقه وكل حاجة لكن هل في بطولة زيدي انت مش محتاجة عناصر خبرة في غياب اللعيبة المحترفة طريق حامد ده أحد الركائز الأسسية منتخب مصر وأحد القياديين في منتخب مصر وأحد اللعيبة اللي هي دور مهم جدا جدا في حتة نص الملعة وقدر يكلم زميل ويعنده أدوار تانية كمان بالخلاف الأدوار الفنية الأدوار الفنية بقى كمان لا تختلف عليها أبدا مع طريق حامد اللعيب الوحيد اللي مستوى شبه سابت طول السيزون الموسم اللي فات أنا في تقدير الشخصي أفضل لعب طول السنة اللي فاتت مش بس في نادي الزمالك أفضل لعب في الدور المصري فيش لعيب يفضل مستوى سابت كده على طوله يحافظ على الرتم بتاعه ويحافظ زمان المحافل الصعبة والمحافل اللي فيها كان اختبارات شرسة بالنسبة لطارق حامد فمش معقول أن طارق حامد يعني حتى ما يباش قاعد في وسط زميل وأنه هو يقدر يوجه يقدر يتكلم يبدو يدور فني هنا ساعات كارلوس كروشبا ليه اختيارات فنية بشكل مختلف هو ما بيميلش اللعيب رقم 6 اللي زي طارق حامد أنا شافت حقيقة دي وجهة نظر فنية يمكن نختلف معاه فيها شويتين لأن الأداء اللي شفناها الفترات اللي فاتت كان مفتقدين تماما لعيب اللي هو بيكسر الهجمات مفيش بديل للشكل اللعيب اللي هو بنمط طارق حامد في المنتخب إلى الآن محترمنا للنيني لما كان موجود السلية لعبت كويسة جدا وحمدي فتح كل دول اللعب على عرصنا من فوق وإمام عشور حتى هو موجود في المنتخب لعبت كويسة لكن مفيش حد يقدر 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 دور رقم 6 اللي هو يبقى الليبرو نص الملعب أو اللي هو بيلعب قدام السلية باقيات اللعب from box to box وكمان طارق حامد الفترات اللي فاتت كمان الحقيقة كان ليه أدوار هجومية وبيكمل وراء هجم يعني يعني الحقيقة لو كلمتها طارق حامد هزلمه طارق حامد لعيب سوبر لعيب مميز الحقيقة أنا شايف أنه ظلم بشكل كبير جدا جدا عدم وجوده في القايمة اللي موجودة دي مبسوط للمروان داود باكليفت نادي أمبي أول مرة يلعب في الدورة وممتاز وفرصة كويسة أن ينضم لكن عندي برضو الحقيقة برضو واحد زي عبد الشافي عندي واحد زي عبدالله جمع بلعب في أكتر من المركز فأنا عايز أتكلم بس على الحيطة دي إن أنا عندي لعيبها تستحق فيه ناس اشتغلت فيه ناس رتمها في الملعب رتمها مؤثر أوباما نفس الكلام أوباما الحقيقة دايما نهد فيه الدورة السنة اللي فاتت ساعات الناس بتديجي عليه شويتين لكن على فكرة أوباما فنياً لا غنى عنه لأي مدير فني جوه المباراة لأنه بيلعب في كذا مركز يقدر يكمل وراء الهجمة يقدر يهدف يقدر يلعب بليميكر يقدر يلعب دفندر أوباما من اللعبين اللازم تاخد فرصة وعدم وجوده في ظل ما فيش لعيبة دولية موجودين أنا شاف أنه برضو ظلم كبير جداً جداً لأوباما حسين فيصل لعيب طبعاً كويس جداً وأحد أبناء نادي الزمالك لكن فيه برضو هذا زي ما لطلقوا فكرة أوباما يعني أوباما أصلاً اللي كان استاندينج وبيلعب وموجود على طول هنا دي تحط لك بقى في حيرة شوية هو الناس اللي بتختار في المنتخب يعني مستر كارلوس كروش بس هو اللي بيقوم بالاختيارات ولا فيه جهاز بقيت الجهاز الفني طبعاً المصري كابتن دياس سيد كابتن محمد شوقي كابتن عصام الحضري لهم كل التقدير وكلهم نجوم كبيرة جداً في قرط القدم لكن طريقة الاختيارات دي دي تحس إن هي لها علاقة إن مدير فني بس اللي بيختار المداربين المصريين ما لهمش دور قوي لأن ما فيش حد تفرج على السنين اللي فاتوا على مثلاً أوباما وحسين فيصل لعيب كويس جداً وكل حاجة ولعيب مميز وبروميس يجي وإن شاء الله يجي منه لكن أوباما رجليه في الملعب أكتر أوباما كان يمكن بسبب وجود أوباما في الزمالك وكانش فيه فرصة كبيرة لحسين فيصل مثلاً أنه يبقى متواجد أو يلعب بشكل أساسي نفس الكلام بالنسبة للعيبة التانية اللي موجودة في نادي زمالك وجودهم في التلت الهجوم يخلت لعيبة كتير جداً مثلاً ما بقتش موجودة زي مرون حمدي زي زي حسين فيصل زي ما قلت حضراتكم زي أي لعيب أحمد رفعت قبل كده كمان كان في الزمالك كل لعيبة دي وكسما فيصل كمان الأعير للي نادي البنك اللي قال لي كل دول ما كانوش موجود يمكن عدم موجودهم في الزمالك أو بسبب أن أنت فيه زحمة في المنطقة دي فلو فيه جهاز فني بتفرج على بطل الدوري السنة اللي فاتت على اللعيبة كلها اللي جاي بقى أهداف هتلاقي إن فيه لعيبة كتير في نادي زمالك في التلت الهجومي تحديدا يستحقوا ياخدوا فرصة حقيقية خاصة في عدم موجود اللعيبة الدوليين زي ما قلت حضراتكم المحترفين مع منتخب مصر فأنا مش هنا مش بقصد أن أنا أسوال ما فيصل ما استحقش أسوال ما فيصل استحق مروان حمدي أحد الدفين الدوري يستحق لكن مثلا أسوال ما فيصل ما لعبش مشاركات كتيرة أسوال ما فيصل لعيب كواس جدا ولعيب برومسي ولعيب منتخبات ومتأسس صح نفس الكلام حسين فيصل لعيب كواس جدا ولعيب شاب وعمر كمال عبد الواحد الحقيقة يستحق طبعا جدا وعمر كمال عبد الواحد من الموسم اللي فات على فكرة يستحق مش الموسم ده بس هو فكرة في كلامنا أن الاختيارات لما تيجي تفكر من وجهة نصر كيلوش ده واحد عايز ينزل بالأعمار بس يعني الفكرة الفنية أو فكرة أبعاد تانية اللي علاقة بالقيادة وفكرة اللي علاقة بأن أنت المساعدين المصريين يكلموه في أبعاد أخرى يعني علاقة بالخبرة والقيادة والشراسة بتاعت الدول طبعا المتشاط العربية العربية دي بتبقى دايما فيها إقاع مختلف ورتم مختلف لكن وكمان في حاجة تانية اللي علاقة بالانسجام أنا ما يكون عندي أكبر عدد من اللعيبة اللي موجودة لعبه مع بعض ده ممكن يفرق على مستوى الانسجام والأداء مع متخب مصر غيرا ما أخد لعيبة أول مرة تتجمع مع بعض وعمل منهم فرقة ولسه بكتشف فممكن على الأمور أي نعم هي مباراة دورة ودية أو دورة فيها معنان هي يعني دورة ممكن تكون يعني مش نفس مرضود التصفيات كأس العالم طبعا أو تصفيات أمم أفريقيا لكن في الآخر ده اسمه طبعا منتخب مصر وفي الآخر مصر معرفة جدا ريادتها على المستوى الرياضي المستوى قردة القدم تحديدا في المنطقة العربية فالواحد بس بيكلم من المنظور ده أكيد مفيش شك الواحد بيتمنى التوفيق المنتخب مصر لكن مفيش شك برضو أن الواحد لازم يعبر يعني كصوت زمالكوية أو كصوت حتى لعيبتنا الحقيقة اللي بيكتهدوا وبيشتغلوا وقعدوا فترة كبيرة جدا جدا محافظين على مستويهم عشان كده الواحد كان لازم يحط نقاط تحت النقاط دي طيب عموما عشان نبدأ حلقتنا خلينا نطلع لفاصل بعد كان نرجعنا لكامل الأخبار بعد كان نستقل ديوفنا استنون